انطلقت أعمال الدورة الثانية لجائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي برعاية فخرية من معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية الأيتام وبمشاركة مختلف الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية الخليجية المختصة في مجال الخدمة المجتمعية هذا وقد تم توزيع العديد من الجوائز منها عن فئة الشخصية القيادية الفخرية الخليجية المسؤولة عن مجال رعاية الأيتام والتي وضعت في مقام حضرة خدم الحرمين الشريفين مؤسس جمعية إنسان الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض إلى جانب تلك الجوائز التي جاءت من نصيب الفئة الرسمية والمجتمعية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي كل أخذ نصيبه الوافي من التكريم الذي استحقته تلك المساهمات الإيجابية التي ارتكزت على البعدين الأخلاق والخدمة المجتمعية خدمة جعلت همها الأكبر نشر البسمة في محيط كل يتيم قد يفتقد إلى معيل يسانده أو إلى موئل يعينه على القيام بدوره التشاركي الفعال داخل المجتمع الذي يؤويه جائزة السنابل للمسؤولية المجتمعية لمؤسسات رعاية الأيتام بدول مجلس التعاون الخليجي في نسختها الثانية مشكات تستند عليها المسؤولية المجتمعية في تعزيز الارتباط بين رعاية الأيتام والمجتمع ما من شأنه زيادة شريحة المتعاطفين والمساندين للأيتام من مؤسسات وأفراد بلا شك القطاع الثالث هو أكبر روافد التنمية والتنمية هي جزء من أوجه التلاقي والتكامل بين كافة القطاعات والدول ودول العامة تتلاقى دائما في مجال التنمية فما بالك بدول مجلس التعاون الخليج وهي أشقاء وبالتالي هي الأجدر والأولى بهذا التعاون والتكامل الاهتمام في اليتيم كمسؤولية مجتمعية وكخدمة يقدمها الوطن لليتيم فهو أيضا لا بد له أن يرد هذه الخدمة في بناء هذا الوطن فاليتيم جزء لا يتجزأ من المجتمع وهذا أعتقد من مبدأ المشاركة ومبدأ المساواة جدا مهم إن التوسع وتأصيل ممارسات الرعاية المجتمعية على تعدد أشكالها أمر له ذلك الوقع الكبير والدور الهام في تماسك المجتمعات وترابطها فضلا عن تلك المكافأة المجزية التي وعد بها سيد المرسلين لكل نفس سارعت نحو خدمة اليتيم وأشرته من خلال توفير احتياجاتهم التعليمية والصحية والتشريعية والاجتماعية وحتى النفسية منها إعطانا لهذه الجائزة فيه حافز للشخص المكرم للعطاء أكثر خصوصا إذا علم فضل كفالة الأيتام وأنه سيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم القائل أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعي السبابة والوسطى كل عمل خيري على وجه الأرض هو بعد ديني وهو عبادة لله عز وجل وأنت تعلم أن الدين عند الله الإسلام يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء كلهم بهذا الدين العظيم لا شك أن طبعا عمل الخير مفتوح للجميع لكنه في الإسلام يتميز بأنه عمل وريادة وعبادة فأنت تعبد الله وأنت ترعى اليتيم وأنت تعبد الله وأنت تتصدق وأنت تعبد الله وأنت تبتسم وأنت تعبد الله وأنت تقول كلمة طيبة إن تسليط الضوء على أنجع الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية في مؤسسات رعاية الأيتام كافة لهي عملية تزيد من قناعة المجتمع بسمو أهداف تلك المؤسسات الرامية إلى تذليل كل الإمكانات ووضعها في مقام من فقد السند الحقيقي وأوكلوا مهمة تحديد مصير مستقبلهم بين يدي كافلون لهم حملوا أنفسهم ضرورة حماية حقوقهم على الوجه الأكمل في كل سنبنة مئة حبة وفي كل بادرة احتضان ومد يد العون لمن هم بأمس الحاجة لدفئها بارقة أمل ذات صلاحية ممتدة كامتدان شعاعها الوردي الذي لا يمكن للشمس ولا لغربالها حجب نور العطف والإحسان الذي يحمله لينير درب المنتصرين على ظروفهم لتلفزيون البحرين محمد رشادات